حلقة جديدة من مدار الغد أهلا بكم حرب أوكرانيا تجعل دول أوروبا الهادئة تهرول نحو الناتو وموسكو تحذر ومع انشغال العالم بحرب أوكرانيا داعش يسعى لاستئناف نشاطه في أوروبا الهجوم الروسي على أوكرانيا زاد من وحدة حلف الناتو ويساعده على التوسع هذا ما قالته مجلة فورين أثيرز الأمريكية تعليقا على مساعي السويد وفنلندا للاندمام للناتو رغم تاريخهم الطويل مع عدم الانحياز العسكري فمسألة الاندمام للناتو لم تكن أبدا قضية ملحة لسويد أو فنلندا إلا أن حرب أوكرانيا فرضت على البلدين إعادة تقييم السياسة الأمنية فعضوية الناتو باتت لهم الآن الخيار الأكثر واقعي سيما بعدما قامت البلدان بتسليم كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا بما في ذلك عشرة آلاف قطعة سلاح مضادة للدروع من السويد وترى مجلة فورين أثيرز أيضا أن اندمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيؤدي إلى تغيير البنية الأمنية لشمال أوروبا وردع روسيا لأنهما سيجلبان قدرات عسكرية كبيرة للحلف فمثلا تحتفظ فنلندا بجيش باحتياطيات كبيرة للغاية كما أن للسويد قوات جوية وبحرية قوية بالإضافة إلى مقاتلات جريبن السويدية المتقدمة وطائرات F-35 التي سيتم تسليمها إلى النرويج وفنلندا والدنمارك ما يوفر أكثر من 250 مقاتلة حديثة في المنطقة كذلك ستزيد القوة السياسية للناتو باندمام السويد وفنلندا حيث ستساعد كل البلدين في تسهيل التنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي المساهمة في تقاسم الأعباء وفي حال اندمامهما للناتو تتوقع المجلة أن تحرص فنلندا والسويد على عدم استفزاز روسيا وبالتالي فمن غير المحتمل أن تسعى فنلندا أو السويد إلى استضافة أي قواعد دائمة لوحدات الناتو على أراضيها موسيقى 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 اشتركوا في القناة من واشنطن بريند سادلر المسؤول السادق في البنتاجون ومن سوندسفال بالسويد مهند أبو زيتون مدير تحيير شبكة الكمبس أهلا بكم أبدأ معك سيد مهند من سوندسفال لماذا تريد السويد أن تنضم إلى الناتو؟ نعم السويد تاريخيا ملتزمة بحياد تاريخي وبعدم الانحياز لفترة تجاوزت 200 عام لكن الآن السويد تشعر برأيي بخوف شديد بعد غزو أوكرانيا وحتى مع قبل غزو أوكرانيا المطالب الروسية التي قدمت للولايات المتحدة الأمريكية ولحلف الناتو مع قبل غزو أوكرانيا كانت تنص على عدم انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ووفق رؤية أو صياغة أمنية جديدة لأوروبا بدت السويد تشعر بها الخوف وخصوصا بعد أحاديث روسية في الإعلام الروسي بشكل مباشر عن سيطرة روسية على بحر البلطيق أو سيطرة مشتهات روسية على بحر البلطيق عبر السيطرة على جزيرة جوتلاند السويدية التي تكتسب أهمية استراتيجية هذا كله دفع السويديين إلى التفكير ماليا في خيار الانضمام للحلف الناتو رغم أن هذا الانضمام كان حتى قبل سنوات قليلة مستبعدا على الأقل من قبل الحزب الحاكم الآن الحزب الاشتراك الديمقراطي رغم كل الضغوط التي كانت من أحزاب المعارضة اليمينية التي كانت تطالب على الأقل بالحفاظ على خيار الناتو موجودا في حال أرادت السويد الانضمام حتى هذا الخيار كان الحزب الرئيسي الحاكم وبعض الأحزاب المساندة له كاليسار والبيئة يعارضون الاحتفاظ بهذا الخيار أما الآن فأصبح ما يشبه الأمر الواقع في السويد خيار الانضمام للناتو يبدو أن حتى الرأي العام السويدي يتحول بشكل كبير عبر استطلاعات الرأي تظهر مع تفاوت الأرقام أن 60% من السويديين باتوا يؤيدون الانضمام إلى الناتو وهي نسبة تاريخية يعني لم يحصل على الإطلاق أن تجاوز الرأي العام السويدي نسبة 50% من المؤيدين لأردوية الحل طيب سيد سادلر من واشنطن وهل تعتقد سيد سادلر أن الناتو سيوافق على انضمام السويد وفنلندا رغم أنه يعلم أن ذلك يزعج موسكو كثيرا؟ أعتقد أنه فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي شنها بوتين على أوكرانيا قد حاثت سويد وفنلندا على هذا المطلب وأعتقد أن ذلك سيكون من الأفضل وأعتقد أنه سيكون محفظا ومثيرا لروسيا ولكن لا يوجد أي مفر بسبب التهديدات الواضحة التي تواجهها السويد والتي أصبحت هاتين الدولتين مهددتين وبالتالي من المتوقع أن يتم قبل انضمامهم طيب يا سيد مهند عند الحديث عن الناتو نحن نتحدث عن أقوى حلف عسكري في العالم وهنا السؤال عند الموافقة على انضمام السويد ما هي القدرات العسكرية الإضافية التي ما يمكن أن تقدمها السويد لحلف مثل الناتو نعم هذا السؤال أستاذ محمد يسأل دائما ما الذي ستضيفه السويد إلى الحلف وهو سؤال منطقي لكنني أعتقد أن ما ستضيفه السويد وفنلندا بالانضمام من الحلف ليس القدرات العسكرية التي لا تنقص هذا الحلف أصلا لكن ما ستضيفه هو الجغرافيا السياسية البعد الجيوسياسي الذي سيضيفه انضمام السويد وفنلندا بوصول حلف الشمال الأطلسي إلى كل الشمال الأوروبي وسيطرة كاملة على بحر البلطيت وعرفنا أن فنلندا لديها حدود مع روسيا حوالي 1330 كم على طول الحدود الشمالية الغربية لروسيا فهذا يعني بالبعد الجغرافي السياسي الكثير لكن ما الذي ستضيفه السويد عسكرية السويد ليست قوة كبرى عسكرية لكن لديها تصنيع أسلحة متطورة بتكنولوجيات متطورة ولديها أيضا قوة جوية تعتبر جيدة في المنطقة إضافة لعديد الجنود الفنلنديين لكن ما الذي ستستفيد منه السويد عسكريا بالانضمام لحلف الناتو هو الحماية الكاملة هذا ما يقول السياسي طيب سيد سيدلر حين يوافق الناتو على اندمام السويد وفنلندا هل تعتقد أن الناتو هنا يريد أن يقترب أكثر فأكثر من الأراضي الروسية هل تتوقع أن ينشر الناتو بطاريات صواريخه في السويد وفنلندا أعتقد أن ما يحدث الآن في أوكرانيا هو ما حدث في جورجيا منذ سنوات وهو يحفظ هذه الدول الأعضاء في حزب الناتو أن تقترب من الحدود مع روسيا وأعتقد أن هنا الوقت بأن يقترب حلف الشمال الأطلسي من الحدود مع روسيا من أجل حماية الحدود وفيما يتعلق بالتصعيد فأعتقد أن أغلب عمليات التصعيد والاستفزاة تأتي من الجانب الروسي ومن المبكر جدا أن تساءل إذا كانت السويد وفنلندا بما لديهم من قدرات استخباراتية وعسكرية فهذه الدول مختلفة ولكن لديهم رؤى ولديهم أيضا تاريخ وعلاقات مع روسيا وبالتالي فإن ذلك سوف أعتقد أنه سيعمق الصراع ولكنك تعلم يا سيد سادلر أكثر مننا بالتأكيد أن حلف الناتو بعد انحيار جدار برلين توعد لروسيا بألا يتقدم إنشى ناحية الشرق الآن أنت تريد أنه ربما آن الوقت لكي يذهب الناتو على حدود روسيا هل تعتقد أن ذلك سيمر مرور الكرام؟ أعتقد أن ذلك كان تاريخا مضى وأعتقد أن روسيا لم تنتهز الفرصة ولم تلتزم فيما يتعلق كما حدث في أوائل التسعينات عندما كان هناك مرحلة انتقالية في ميناء الشوعية إلى الدخول إلى العالم الآخر وكل هذه التقاليد القديمة والأيدولوجية القديمة في الفكر للأسف تجعل من أفضل ومن أنسب الأمور بالنسبة للحزب هو أن تنضم باقي الدول في الشرق إلى الحلف ولكني لا أرى أن ذلك سيحدث في المستقبل سيد مهند هنا علينا أن نقول أو أن نتساءل ألا تخشى السويد وفنلندا من النموذج الأوكراني حين أعربت أوكرانيا عن رغبتها حين حاولت أوكرانيا أن تلتحق بالناتو فوجئت بالجيش الروسي على أراضيها ألا تخشى السويد وفنلندا؟ نعم هناك حديث في السويد الآن عن ضمانات في حال تقديم الطلب الفترة بين تقديم الطلب وقبول عضوية السويد وفنلندا في حال تخذت البلدان هذا القرار هي فترة خطيرة يخشى من رد فعل روسي فيها هناك حديث عن ضمانات مكتوبة يجب أن تأخذها السويد من دول قوية مثل بريطانيا والولايات المتحدة أنها في حال تعرضت لهجوم ما في هذه الفترة أي قبل حصولها على الحماية الكاملة أو البند الخامس من اتفاقية حلب شمال الأطلسي بمساعدتها في حال تعرضها للهجوم ولكن ما يخيف السويد حقيقة هو التهديد الروسي المستمر وعدم دخول الناتو يعني أنها ستبقى تحت هذا التهديد لكن السؤال الآن هل الدخول السويد إلى الناتو سيؤمن الحماية الكاملة أو سيعطي الأمان لمنطقة الشمال الأوروبي باعتقادي أن التناقض الرئيسي القائم الآن في شرق أوروبا بين حق الدول في حرية الانضمام للحلب وحق الدول الأخرى في الاعتراض على توسع الحلب إذا رأت فيه تهديداً لأمان القومي هذا التناقض سيظل قائماً في شمال الأوروبي في حال دخول السويد وفنلندا إلى حلب الناتو بالمناسبة سيد مهند هل تعتقد أن السويد وفنلندا ستوافقان على إنشاء قواعد عسكرية للناتو على أراضيهما؟ من المبكرة أظن الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية البلدان ما زال يدرسان مسألة الدخول من عدمه وهو قرار على الأقل حتى الآن لم يعلن بشكل رسمي وإن كان واضحاً أن فنلندا تقترب أكثر فأكثر اليوم أعلن الحزب الاشتراك الديمقراطي الحاكم في فنلندا أن القرار سيتخذ في 14 مايو المقبل السويد كانت أجرت دراسة للحالة الأمنية تسميها دراسة حالة أمنية مع أحزاب البرلمان بين الحكم وأحزاب البرلمان وكان يفترض أن تنتهي في 30 مايو الآن قربت هذا التاريخ إلى 13 مايو ما يعني أن هناك استعجال وهناك حديث عن لا اسمح لي سيد مهند ما هو متواطر أن السويد وفنلندا بالفعل سيتقدمان بطلب الانضمام إلى القمة الناتو القادمة في إسبانيا الشهر القادم هذا ما هو ما نتعامل معه على شبه المؤكد هل هناك جديد؟ نعم هذه أنباء حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي من السويد وفنلندا بأنهما سيتقدمان بطلب السويد تقول أنها لم تنهي دراسة الحالة الأمنية بعد بمعنى أنها لم تتخذ قرارا حقيقيا بالانضمام لكن نعم أنا وأيدك كل المؤشرات تقول أنهم سيقدمون طلب الانضمام خلال اجتماع الحل في إسبانيا سيد سيدلر ما هي الضمانات برأيك التي تمنع أن تتحول فنلندا إلى أوكرانيا أن تعلن فنلندا عن رغبتها في الانضمام فتفاجأ بالجيش الروسي على أراضيها بس لما حدث مع أوكرانيا على حسب فهمي فإنهم ليس لديهم أي ضمانات بالحماية لأن القوات الروسية لديها الكثير من القدرات والتي لديها سيطرة كبيرة على أوكرانيا حتى الآن وليس من المحتمل أن تشن روسيا هجوما أيضا على فنلندا أو السويد يمكنها أن تستخدم قوات البحرية في بحراء البلطيق هو سوف يكلف ذلك الكثير لروسيا إذا انتهجت هذا الأمر ولكن تسريع الخطوات حول قبول فنلندا لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي سوف يكون مقلقا ولكن ليس هناك ضمانات وليس هناك أي دعم كما حدث مع أوكرانيا ولكن سوف تستفيد فنلندا من الدعم الذي قدمته بعض الدول لأوكرانيا والتي ليست عضوا أيضا في الحلف ولكن اتخاذ الحلف لبعض القرارات الخاصة بانضمامها سوف تكون مبكرة للغاية اسمح لي سيد سيدلر أنت مسؤول سابق في البنتاجون وهنا أسألك عسكريا يعني مرة أخرى حين الحديث عن الناتو نحن نتحدث عن الحلف الأقوى عسكريا في العالم ثلاثون دولة أكثر من قوة نوية داخله وهنا أسألك عسكريا لماذا يخشى أقوى حلف عسكري في العالم الجيش الروسي؟ أعتقد أن الوضع في أوكرانيا يجعل الأمر مثل ألمانيا التي تتمتع بجيش قوي تصدق بأن هناك ضعف كبير بعد هذه السنوات الكثيرة من الحرب الباردة وهناك بعض نقاط ضعف الكثيرة في دول الأعضاء في الحلف والتي تحاول أن تنفق الكثير وتضاعف الكثير من الإنفاق على قواتها العسكرية ولكن خلال العشرين سنة الماضية استطاعت روسيا أن تضخ الكثير من الأموال والتمويل للعسكري وفيما يتعلق بقدراتها العسكرية على حدود الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي فإنها تشكل تهديدا كبيرا وفي المقابل ترفض الدول الأعضاء في أن تنفق الكثير من نتيجها المحلي على التسليح ولذلك فهناك فارق كبير ما بين التسليح العسكري في روسيا والحلف طيب يا سيد مهند في أقصى الشمال الأوروبي حالة من حالات الهدوء التاريخية يعني فيلندا سويد دنمارك هذه الدول تنعم بهدوء تام تقريبا يعني وهنا السؤال طيب إذا ملتحقت فيلندا وسويد بالنيتو هل ستنعم بمزيد من الهدوء أم سيبدأ حينها التوتر الهدوء الذي كانت تتمتع به هذه الدول هو دوء نسبي يعني هناك تحرشات روسية بالسويد على مدار السنوات الماضية من اختراق المجال البحري الحدود البحرية وآخرها اختراق المجال الجوي السويدي قبل فترة بسيطة يعني بأربع طائرات عسكرية مقاتلة روسية مقاتلة هذا الهدوء النسبي نعم كانت هذه الدول تتعايش معه وتحافظ على حيادها مع وجود مثل هذه التحرشات لكن الآن أصبح الأمر أخطر بالنسبة لهذه الدول ما دفعها إلى التفكير جديا بالانضمام إلى النيتو ويبدو أن قرارا قريبا يعني سيعلن بهذا الخصوص لكن هل السويد لو عدت لي السؤال؟ كنت أسألك عن الفكرة الخاصة بالهدوء الذي تنعم به هذه المنطقة في أقصى الشمال الأوروبي هذا الهدوء هو هدوء تاريخي السويد فنلندا الدنمارك يعني يعيشون حالة من حالات الهدوء تسمعوني جيدا يا سيد مهند؟ نعم أسمع طيب ولكن إذا ما التحقت بالنيتو فنلندا والسويد هل سيدهم هذا الهدوء؟ هل سيزيد؟ هل ستنعم بمزيد منهم؟ أم سيبدأ حينها التوتر معروس؟ باعتقادي هو العكس لن يزيد الهدوء ربما تشعر هذه الدول بما شعرت به الدول شرق أوروبا عندما انضمت إلى الحلف في نهاية التسعينات هذه الدول الآن ربما تقول لنفسها من الجيد أنها انضمت للنيتو حتى لا تلقى مصير أوكرانيا بمعنى أن هناك ثلاثين دولة كبرى منها دول كبرى ستدافع عنها في حال تعرضت للهجوم والعدوان لكن التوتر بانضمام فنلندا والسويد في الشمال الأوروبي إلى النيتو برأيه سيزداد لأن التناقض القائم بين دول الغرب وروسيا سيتعزز وهذا أيضا يعتمد على نتيجة الحرب في أوكرانيا ابقى معنا سيد مولد لو تكرمت سيد سيدلر من واشنطن بماذا ترد سيد سيدلر على من يقول أن الولايات المتحدة تحرك النيتو في شرق أوروبا حتى تستفز موسكو؟ أنا لا أتفق مع هذه المقولة فإن الحلف لا يدعم بشكل مباشر أوكرانيا أو يقوم بعمليات مباشرة في أوكرانيا كما أن الدول غير الأعضاء التي تبذل أكثر جهودا من الاتحاد ولكن استجابة لهذه العدائيات التي تشنها روسيا على أوكرانيا فيما يتعلق بالسؤال حول فنلندا والسويد ونقى وضع بأنه إذا لم ينضموا إلى الاتحاد فإنهم قد يلقوا نفس المصير وسوف يكون ضحايا للتدخل في المياه السويدية وسوف يكون أيضا هناك تدخل من روسيا في الشؤون الداخلية الفنلندية وعلى المدى المتوسط والمدى البعيد فتكون هناك عدائيات من روسيا في المستقبل كما يحدث في أوكرانيا إنه أمر حتمي ولكن أعتقد أنه للأسف إن روسيا تعجبت هذا الأمر وأعطت حلف عن ناتو لم يكن لديه خيار إلا أن يدعو هذه الدول إلى الاندموم سيد مهند سؤال الأخير لماذا تريد السويد أن تحتمي بعباءة الناتو لماذا لم تفكر السويد مثلا في الاتحاد الأوروبي يعني هناك دعوات داخل الاتحاد بأن يكون لأوروبا جيشها الموحد هناك قرار تأخذ مؤخرا بتكوين قوة مبدئية خمسة آلاف عنصر أمني مثلا يعني نعم هذا سؤال جوهري لماذا لا تفكر السويد بالاتحاد الأوروبي كخيار بديل والحقيقة أن السويد تفكر بهذا الخيار وحتى وقت قريب حتى كانت رئيسة الحكومة مقدالين عن درسون تتحدث عن خيار من هذا النوع بمعنى الاحتماء بالاتحاد الأوروبي وتعزيز قواته الأسكرية وتحويل الاتفاقات الموجودة في المجلس الأوروبي إلى قوانين فاعلة في الدول الأعضاء وكل هذا وفقا لاتفاق كوبينهاجن الذي يضمن حقوق الإنسان وسيارة القانون والمروجون لهذا الحل كانوا يقولون دائما أن الاحتماع بالاتحاد الأوروبي أو تعزيز القوى العسكرية للاتحاد الأوروبي ستجعل دول مثل السويد وفنلندا التي تفكر دائما بحقوق الإنسان بعيدة عن استخدامها في الهيمنة الأمريكية أو حتى في الدفاع عن أنظمة ديكتاتورية لكن للحقيقة أن تطورات الوضع في أوكرانيا وفي شاق أوروبا نحى هذا الخيار جانبا والصوت العالي الآن المسموع في السويد هو نحو الانضمام إلى الناتو ويبدو خيار الاتحاد الأوروبي بعيد المنال لأن منذ التسعينات هذا الخيار كان يمكن أن يكون فاعلا ومؤثرا لو أن منذ الانهيار الاتحاد السوفيتي بعد تأسيس الاتحاد الأوروبي تم احتواء روسيا أو العلاقة مع روسيا وبناء منظومة أمنية أوروبية بعيدة عن ولايات المتحدة لكن هذا لم ينجح وظلت أوروبا بحاجة لحماية الولايات المتحدة وبعد غزو أوكرانيا وعلى عكس ما أرادت روسيا تماما حدث العكس هناك الآن تحول نحو العسكرة في أوروبا السويدة البلد المسالم الآن يحاول رفع ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي ألمانيا تتجه إلى العسكرة الناتو يتوسع ويفكر بوصول إلى دول لم يصل إليها تاريخيا كل شيء أظن أنه جرى عكس ما أراد بوتين من سوندسفال بالسويد مهند أبو زيتون مدير تحرير شبكة الكومبس ومن واشنطن بلين سادلر المسؤول السابق في البنتاجون شكرا جزيلا لكم نناقش أيضا في مدار الغد مع انشغال العالم بحرب أوكرانيا داعش يسعى لاستئناف نشاطه في أوروبا أهلا بكم من جديد في مدار الغد منذ هزيمة داعش عام 2019 ظلت المخاوف حول قدرة التنظيم على العودة من جديد وها هو يدعو أنصاره الآن إلى استئناف الهجمات داخل أوروبا ففي خطاب بص على الإنترنت الأسبوع الماضي قال المتحدث باسم داعش إن التنظيم يدعو مؤيديه لشن هجوم عالمي واسع مستغلين انشغال الجميع بحرب أوكرانيا علما بأن داعش نفذ مؤخرا عددا من العمليات تؤشر بالفعل إلى عودته وكان أقواها الهجوم على سجن الحسكة لتهريب أعضاء التنظيم في يناير الماضي كما اكتسب قوة في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي الأخير لكن مراقبين يؤكدون صعوبة عودة التنظيم لعدم امتلاك القوة البشرية وعدم امتلاك الموارد المالية وكذلك بعدما فقد داعش الشعبية التي كانت تشجع بعض الساقطين على السياسات الغربية على شن هجمات في الداخل الأوروبي بالإضافة إلى التعاون الاستخباراتي بين دول أوروبا والشرق الأوسط الذي بات أقوى بكثير مما كان عليه ما أصفر عن القبض على قيادات بالتنظيم في المقابل تمت من يؤكد أنه لم يتم القضاء بالكامل على تهديد داعش ويرى أصحاب هذا الرأي أن تنظيم داعش يمكنه العودة إذا توسع مرة أخرى في سوريا والعراق مطالبين بسرعة التحرك لوأد مخاطره موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني يدعو مؤيديه ويحفظ مؤيديه على القيام بهجمات واسعة عالمية كما سماها طيب سيد جاسم محمد منبون تسمعني الان سيد جاسم تسمعني طيب سيد بديا تسمعني سيد بديا قرحاني من ترابلوس تسمعني جيدا طيب حديثنا حتى يعني تسمعاني حديثنا عن هذه المخاطر المتجددة لعودة تنظيم داعش من المفترض ان هذا التنظيم اللعين اعلن انه قضي عليه في الفين وتسعة عشر قام هذا التنظيم بعمليات في كل انحاء الارض تقريبا يعني باستثناء الولايات المتحدة داعنا نقول واماكن يعني في شرق اسيا تحديدا ظهر في افريقيا ظهر في اوروبا ظهر في الشرق الاوسط ظهر كذلك في غرب اسيا وفي وسطها في افغانستان مؤخرا بث خطاب لشخص لا نروج له طبعا لكن يعني هو يوصف بنه المتحدث باسم تنظيم داعش دعا فيه انصار التنظيم ممن يؤمنون بافكاره الى القيام بعمل ارهابي واسع النطاق عالمي هكذا سمى السؤال الان هل يستفيد بالفعل هذا التنظيم بعد الفين وتسعة عشر مما يدور حاليا في شرق اوروبا العالم الان ينشغل كله بسلاسل التوريد وبحرب اوكرانيا وباحتمالات التحول هذا الصراع الى صراع عالمي لا شبه عالمي طيب ظهر التنظيم في شمال شرق سوريا في يناير الماضي في سجن الحسكة وقام بعملية استمرت اسبوعا بالمناسبة اسبوعا كان قتال يعني طيب الان تسمعانني سيد جاسم من بون سيد بديع من ترابلس تحياتي اسمع حضرتك تحياتي سيد بديع تسمعني اهلا بكم طيب يا سيد بديع هل يستفيد بالفعل تنظيم داعش حاليا من حرب اوكرانيا يعني بالاساس تنظيم داعش يحاول دائما الاستفادة من اي حالة فوضى في اي مكان يعني اساسا هو نشأ بالعراق بعد سقوط صدام حسين الرئيس العراقي صدام حسين يستفيد دائما من اي حالة فوضى سواء في العراق سواء في سوريا سواء في اوكرانيا سواء في اي بلد بالعالم بالاساس هذا التنظيم يعيش على الفوضى ويحاول الاستفادة من هذه الفوضى حكماً هو سيحاول الاستفادة ولكن أعتقد هناك شيء من المبالغة لأن التنظيم ما زال ينطلق عبر العراق وعبر سوريا وتركيزه هو في هذين البلدين وهو في حال التراجع ولكن هناك انصح التعبير أنا أصف دائماً تنظيم داعش بالسوبرماركت الكبير داخل هذا التنظيم يوجد العديد من المجموعات والعديد من الخلايا وبولاءات وأجندات مختلفة بما أن هناك العشرات ما زالوا قيد الملاحقة من قبل الأجهزة الدولية العربية والدولية داخل هذا التنظيم ومعظمهم قدمة من أوروبا نعم هذا التنظيم ما زال يشكل خطر حقيقي وحكماً سيحاول الاستفادة من حالة الفوضى والحرب التي بين روسيا وأوكرانيا طيب سيد جاسم منبون لأي مدى ربما اهتمت الأجهزة الأمنية الأوروبية بهذا الخطاب الأخير للمتحدث باسم داعش وفيه توعد بعمل عالمي في قواعد الأمن والاستخبارات يجب أن تأخذ أجهزة الاستخبارات مثل هذا النوع من الخطاب مأخذ الجد وإن كان غير أو لا يمسل ربما تهديد مباشر لكن من حيث المبدأ يجب أن يتم أخذ مثل هذه الخطاب بأنه تهديد مباشر وهذا يعني بأن أجهزة الاستخبارات في أوروبا هي تتحسب إلى احتمالات تنفيذ عمليات إرهابية وكذلك مثل ما ذكر الرضيف الكريم من بيروت بأن هذه التنظيمات المتطرفة هي تستغل ربما انشغال أجهزة الاستخبارات والأمن في أي أزمة خاصة لو تحدثت الآن عن أوكرانيا لكن في نفس الوقت أجد أن أجهزة الاستخبارات الأوروبية هي لديها القدرة ولديها الاستعدادات بمواجهة أي نوع من التهديدات إن كانت على مستوى عمليات نوعية واسعة وهذا مستبع جدا أجهزة الاستخبارات الأوروبية كانت استراتيجيتها خاصة منذ عام 2020 التي تقوم على أساس المنع والمقاضات وكذلك الحماية هذه المبادئ الثلاثة إلى الاستراتيجية نجحت بها دول أوروبا وأكدت بأن هذا التنظيم غير قادر على تنفيذ عمليات نوعية واسعة لكن ذكرت بأن عمليات على غرار الذياب المفردة أو الذياب المفردة لا يمكن منعها لا يمكن التكهن بها وهي تعتبر تحدي إلى أجهزة الاستخبارات في هذا الخطاب هو يأخذ مأخذ أجد لكن أنا أجد أن تنظيم داعش غير قادر حتى على تنفيذ عمليات على غرار الذياب المفردة إذا كان هناك أشخاص مرتبطين في التنظيم أجد من الصعوبة أن يقومون بتنفيذ عمليات متطرفة لكن ممكن أن يكون شخص سوي ينفذ عمليات الذياب المفردة هذا احتمال قائم طيب سيد بديع هل نحن محقون حين نقول أن هذا التنظيم حتى بذيابه المنفردة بأفكاره الأحادية فقط ظهر في كل أنحاء العالم تقريبا باستثناء ربما يعني الولايات المتحدة باستثناء الشرق آسيا أقصى الشمال الأوروبي إنما مثلا في أوروبا ظهر في روسيا بريطانيا ألمانيا فرنسا بلجيكا وهكذا هذا أمر طبيعي بالأساس بشكل سريع إذا سمحت لي لابد من العودة إلى بداية نشط هذا التنظيم وقد مر بمراحل متعددة بالنسبة لنا كخبراء في هذا الشأن نحن نعتقد أن تنظيم داعش أو تنظيم الدولة ضربت ضربة رئيسية بمقتل أبو مصعب الزرقاوي في تلك المرحلة كان هناك أديولوجيا كان هناك خلايا تمتد داخل العمق الأوروبي إلى آخره بعد مقتل الزرقاوي ووصول أبو بكر البغدادي نجح أيضا التنظيم بتجديد العديد من الشبان الذين قدموا من أوروبا إلى سوريا وإلى العراق أيضا بعد مقتل أبو بكر البغدادي والمسؤول الأخير لتنظيم داعش والآن ما يقال أن مسؤول داعش الجديد هو سوري جنسي وليس عراقي كما تفضل الدكتور منذ قليل يعني داعش فقد الكثير من قدرته على توجيه ضربات كوية وهو في أماكن متعددة اليوم بحالة الفرار إن صح التعبير هناك شبان قدموا من أوروبا والتحقوا بهذا التنظيم ومن ثم شقوا عن هذا التنظيم والتحقوا بتنظيمات متطرفة وإرهابية أخرى من هنا تنظيم داعش تحول إلى عنوان كبير أنا شخصيا أستخدم تعبير المرتزقة يستخدمون كمرتزقة من قبل أجندات استخباراتية يتم استخدام هذا التنظيم بتوجيه ضربات ومعظم العمليات التي يكون بها هذا التنظيم مؤخرا يعني تخدم أجندات دول أخرى إقليمية أكثر أعطينا نموذج سيد بديع أو تكرم يعني العمليات التي حدثت في العراق مؤخرا كانت تخدم فقط الحجد الشعبي الإيراني وتخدم إيران عندما كان هناك حالة غضب شيعي عراقي ضد التدخل الإيراني في العراق فجأة يعيش هذا التنظيم ويكون بتنفيذ عمليات إرهابية كما شاهدنا مؤخرا تجنيد شبان من داخل لبنان ومن داخل مدينة ترابرس تحديدا وكانت واضحة أنهم عبروا الحدود من لبنان وصولا إلى العراق دون أي عائد مرورا بحواجز حزب الله ومرورا بحواجز الميليشيات الموالية لإيران داخل سوريا وصولا إلى العراق وتم القضاء عليهم هناك من قبل الدولة العراقية في سوريا تنظيم داعش قتل من المعارضين السوريين أكثر بكثير مما قتل النظام نفسه المعارضة السورية أو التنظيمات المسلحة المعارضة للنظام السوري ولابد من الإشارة إذا أردنا وضع هذا التنظيم والتنظيمات الأخرى أنا أعتقد أن الدولة الإقليمية الوحيدة التي تستفيد من كل هذه المجموعات هي إيران حتى بالعودة إلى التنظيمات الجهادية بين هلالين صح التعبير في مصر كلهم لجأوا إلى إيران ومعظمهم ما زال يقيم في إيران وهذا مؤكد لدى معظم الأجهزة الغربية ومعظم وسائل الإعلام والخبراء سيد جاسم محمد بن بون هل ما زال يمتلك هذا التنظيم رغم الإعلان عن القضاء عليه في 2013 هل ما زال يمتلك الموارد المالية؟ التنظيم كان يملك الموارد المالية إلى أحد عام 2017 نوفمبر ما بعد القضاء على هذا التنظيم أجد أنه التنظيم خسر الكثير من قدراته المالية لكن هناك نقطة هامة وهو أن هذا التنظيم أو عمليات هذا التنظيم لا تحتاج إلى الكثير من التمويل كل ما يحدث الآن من عمليات هي عمليات لو تحدثنا في العراق وسوريا هي عمليات قطع الطرق وعمليات كر وفر ويقوم بصراحة على أساس الجباية وكذلك يأخذ الأموال ربما من القرى أو من أصحاب الشاحنات على الطرق السريعة فإذن نحن ليس أمام تنظيم مركزي مثل ما كان القاعدة أو داعش إلى حد عام 2017 بأنه يقوم بتمويل فروعه أجد أنه الآن نحن أمام ليست فروع وإنما مناطق نستطيع القول مناطقية هناك مجموعات مناطقية في العراق وسوريا في ليبيا وكذلك في غرب أفريقيا أو في أفريقيا هذه هي جميعها تعتمد على الأيدولوجيا نحن أمام إرهاب جوال إرهاب غير مركزي فإذن لا توجد مركزية هناك فكرة وهي الأيدولوجيا المتطرفة إلى هذه الجماعات الجهادية المتطرفة هي تركب هذه الفكرة فإذن لو تحدثنا عن التمويل هناك أيضا تمويل إلى التنظيم من خلال التجارة في الممنوعات من خلال الشبكة المظلمة هناك أيضا في العمل الإلكترونية بيتكوين وكذلك هناك ربما في عمليات أخرى يتم الحصول على التمويل بدون شك التنظيم حصل إلى عام 2017 نوفمبر الكثير من الأموال لكن أجد أنه الآن العمليات هي لا تحتاج إلى هذا التمويل ولا يوجد بصراحة عندي أي رقم محدد أستطيع أنه أخبرك أنه كم يملك هذا التنظيم من الأموال سيد بديع أنت تقول أو أنت تعتقد وجهة نظرك ربما ترى أن داعش ربما يمول إيرانيا لتنفيذ بعض الأجندات السياسية دربت لنا أكثر من مثل في حقيقة الأمر لكن أنا علي أن أسألك ألا تعتقد أن داعش ومثل هذه التنظيمات المتشددة هي تنظيمات تقوم في الأساس على الأيدولوجيا وأنهم لا يعترفون بأي دولة أو طائفة أو أشخاص أو بشر يخالفهم في مذهبهم بالطبيعي بالأساس كما ذكرت منذ قليل من أن نشأة هذا التنظيم كان أبرزهم أبو مصعب الزرقاوي الذي بايع تنظيم القاعدة والقاعدة التي كانت ترتبط بتنظيم الجهاد المصري الفكر الأساسي هو كما تفضلت هو كما تفضلت الدكتور بالأساسية الأيدولوجيا الرافضة للآخر والمكفرة للأنظمة والشعوب هذا الفكر موجود لدى هذه التنظيمات ولكن اليوم نحن نتحدث عن تنظيم داعش اليوم بعد مقتل العديد من كيادته ومن شيوحي إن صح التعبير يعني فقد حتى هذه الأيدولوجيا لم نجدها لدى بعض الأفراد ولكن الكيادة التي تدير تنظيم داعش أو تنظيمات داعش لكي أكون أكثر دقة بما أن الولاءات متعددة والأجندات الاستخباراتية متعددة هي أصبحت أشبه بالمرتدقة العنوان الكبير هو تكفيري وأديولوجيا ولكن أعتقد هذا الفكر التكفيري الأديولوجي الرافض للآخر سوف نراه لدى التنظيمات الإرهابية الجهادية أو الجهادية الإرهابية الأخرى حيثاً التي ما زالت تحافظ بالحد الأدنى على بعض أديولوجياتها أما خطاب تنظيم داعش اليوم يعني لا نعرف من هو المفتي داعش صح التعبير بالأبد السابق كنا نعلم أبو أنس الشامي الذي كان يفتي لأبو مصعب الزرقاوي أبو مصعب الزرقاوي الذي كان يأخذ بنصائح أيمان الظواهري إلى آخره وكلهم بشكل أو بآخر قدموا من إيران يعني حتى أبو مصعب الزرقاوي قدم من إيران وصولاً إلى العراق وربما هناك دول أخرى ولكن ما هو مؤكد لدينا هو يعني العلاقة التي تربطهم بإيران ضمن إطار يعني الاستغلال الإيراني لهذه المجموعات بالإضافة إذا سمحت لي من أن هناك إديولوجيا مشتركة بين هذه التنظيمات وبين إيران الدولة الوحيدة اليوم في العالم التي يعني ما زالت تعتمد على كتب التي تكفر المجتمعات منها كتب سيّد كتب ولا يجب أن ننسى من أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية أعطى أمر بترجمة كتب سيّد كتب ونشرها باللغة الإيرانية طيب الإنساني للإدولوجيا واحدة ومن هنا إيران تملك الكدرة على استخدام هذه التنظيمات سيد جاسم هذا هو سؤال الأخير لحضرتك يعني ما حدث في يناير الماضي في شمال شرق السورية في سجن الحسكة هذا الاقتتال الذي دام لأيام نهارا وليلا يعني هل يؤكد أنه للأسف الشديد التنظيم لم يقضى عليه أن التنظيم يستطيع إذا ما أراد أن يضرب مرة أخرى نعم في العراق وكذلك في سوريا التنظيم ما زال موجود وإذن عنصر المبادرة هي موجودة موضوع الحسكة وكان سجن الصناعة آنذاك يعتبر النموذج إلى أنه التنظيم استطاع أن يشن مثل هذا النوع من العمليات كان في حينها يعني العملية لم تكن عملية سهلة ربما منذ عام 2017 لم يشهد التنظيم عملية نوعية مثل ما حصلتها في الحسكة يعني كانت عملية نوعية تم التفطيط لها بشكل جيد ولذلك نستطيع القول أن التنظيم في ذلك الوقت نجح في شن عملية بين مزوجين فك أسر التنظيم في الحسكة فإذا نستطيع القول بأنه في سوريا في العراق برهم أن أعداد التنظيم ربما هي تقدر وفق التقارير للاستخبارات من الثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف في سوريا لكن تنفيذ مثل هذا النوع من العمليات ممكن أن يتم لكن أجد أنه ما يتعلق فيها العراق ما زالت عمليات الكرب والفر هي موجودة لكن في سوريا ما زالت البادية ربما هي المعقل الأساسي للتنظيم التي تقوم على أساس أيضا عمليات قطع الطرق واستهداف الأرتال العسكرية أكثر من تنفيذ عمليات نوعية ما حصل في الحسكة هو ربما استثناء للتنظيم من بون جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب ومن طرابلس شمال لبنان بديع قرحاني مستشار مركز البحوث حول الإرهاب في باريس شكرا جزيلا لكم إلى هنا انتهت حلقة اليوم من مدار الغد وتابعتم فيها حرب أوكرانيا تجعل دول أوروبا الهادئة تهرول نحو الناتو ومسكو تحذر مع انشغال العالم بحرب أوكرانيا داعش يسعى لاستئناف نشاطه في أوروبا على رأس الساعة وقفة إغبارية على شاشة الغد فابقوا مع الغد اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لكم